روح ليه أستاذ رامي وفيما يخص أحمد أيمان منصور وأحمد عيد لماذا لم يقيدهم اتحاد الكرة لصالح النادي المصر طب خلينينا نقول كده المصري قبل التوقيع أو قبل ما يوقع مع الاتنين اللعابة دولة راح لاتحاد الكرة راح مدوب من هناك في اتحاد الكرة يا جماعة اللعابة دولة احنا نوقع معهم اتحاد الكرة قال لهم هم مش ماضين مع حد فبالتالي الأمر ما فيش مفيها مشكلة خالص اللي يتم التوقيع فوق اتحاد الكرة وانا كلمت احد المسؤولين احد عضاء مجلس اتحاد الكرة المسؤول في لجنة شغل اللعابين المسؤول على الانجا وكلمت على احمد عيد تحديدا برضو عشان هكون صادق كلمت على احمد عيد سألت احمد عيد موقوف القانون ايه قال لي احمد عيد هو مقايد في امبي قلت له قال لي لا مقايد في قلت له برضو قال في الزمالك لا طب ايه المشكلة انه خلاص يعني المصر موقوف القانون قال لي المصر موقوف قانون فترة أخيرة طبعاً الزمالك قدم شكوى رسمية لاتحاد الكورة وبالتالي ما قدموا الشكوى دي يعني قدموا عقود أو قدموا ما يثبت أن الاثنين اللعبية دولة توقعوا لنادي الزمالك اللي أنا عرفته أن أحمد عيد بعد بطولة الأولمبيات اللي كان بشارك فيها في المغرب بعد وصوله للقاهرة تم التوقيع مع عقدي مع نادي الزمالك ونفس الأمر بالنسبة لأحمد أيمن منصور كان موقع عقدي مع نادي الزمالك وكان حصل على مليون جنيه طبعاً إما الاتحاد الكورة في الفترة الأخيرة والمسؤول المصر تواصل مع الاتحاد الكورة بالنسبة لعقود دي دي أكيد هتعمل مشكلة كبيرة إما الاتحاد الكورة لقى فيه عقود هتعمل مشكلة كبيرة اللعبية هيتم إقافة الاتنين اللعبية لمدة أقل حاجة ستة شهر وبالتالي هتبقى قزمة كبيرة عشان كده النادي المصري في الساعات الأخيرة تواصل مع نادي الزمالك على أساس أنه يحل المشكلة ودي بشكل ودي المصري كان عارض أربعة مليون ولكن وفق المعلومات اللي أنا عرفتها من التحدث أن اللي طالبه الزمالك حتى زي اللحظة طالب عشرين مليون عشان يتم فسخ التعاقد مع نادي الزمالك ويتم مشاركة الاتنين اللعيبة الاتنين اللعيبة على أساس انت عارف ممكن يقربوا المسافات شوية ولكن المصري حتى قبل ما أدخل البرنامج كده كانوا عارضين أربعة مليون مليون اللي هو الدفع من نادي الزمالك لأحمد أيمان منصور وثلاثة مليون اللحمة دايد ويتم إنهاء المشكلة مصر كامل كان خارج البلاد ولسه راجع النهاردة أعتقد خلال اليام اللي جاية كان فيه تحقيق النهاردة طبعا اتحاد الكرة المصري بعت لاتحاد الكرة النهاردة أنهما بيعتذروا عن التحقيق أنهما هتواصلوا مع نادي الزمالك لحل الأزمة وبالتالي لسه الأمور معلقة هل نادي المصري يقدر نادي الزمالك ويتم سداد مبلغ بقى عشر مليون خمسة مليون حسب ما يوصلوا ولكن اللي أنا عرفت أنهما طالبين عشرين مليون دي الأمور كلها معلقة لو نادي المصري قدر يحل المشكلة مع نادي الزمالك خلاص الاتنين اللي عيبة هيحق لهم المشاركة طبعا بعد مباراة اللي هما مباراة الأهل اللي ملاقوش فيها هيبقى يحق لهم المشاركة من الجولة التانية ما حلوش الأزمة يبقى الاتنين اللي عيبة دولت لإمه يتوقفوا لإمه تحصل مشكلة جيدة عشر خمستاشر تخلص ايه؟ عشر خمستاشر تخلص ايه؟ عشر خمستاشر تخلص ايه؟ عشر خمستاشر تخلص انا كلمت مسؤولي الزمالك النهاردة وفعلا الزمالك زي المصر رومي قال يعني متفضل إن الزمالك عايزة عشرين مليون جنيه والمصر يعارض أربعة مليون جنيه خد بالك موقف الزمالك من ناحية الخضنية سليم تماما وبالتالي اتحدى الكرة يقلل المصر الكلام ده وقاله خد بالك اللاعبة دي هتوا يبسط شهور يبقى ليه الموضوع اتأخر لحد دلوقتي وهنفصل بعض إنهم الشاكوة تقدمت متأخر الشاكوة المفروض اللي البدت في حاجة زي كده كان يبقى بدر عنه وقبلك مشكلة المصر المصر بيقولك انت جايين بعد ما بدأ ايوة يعني المفروض قبل فترة تركت عشان حتى لو اللاعبة موقفها مش قانوني يقدروا ينتقل قلناه دي نادي تاني نفقد إنه خد قرار دلوقتي إنه هو موقفه مش قانوني اللاعبة هتفضل قاعدة كده مش هتشارك فأيهم ده بروف عالسيستم يخلص الموضوع هم هتحطوا عالسيستم وإزا مالك موافق يحل بس مش باربعة مليون جنيه إزا مالك لما المصري عرض لاربعة مليون جنيه قال لهم لا أنا عايز عشرين مليون جنيه فأنا بقولك لو لو اربعة عشرين يبقى عشر خمسطاشر خمسطاشر لا ده تقليتلي انت فكرتني وإيه الناس بقى النصين بقى وخلص بقى أنا ما أسمتش حاجة هم هم لا هيقشاموا النشطة الناس هتقسم البلد نصمها بعض من عشر مليون لخمسطاشر مليون الزمالك يخلص الموضوع في نفس اللحظة لأنه كده كده انت عارف الزمالك عنده قفقت فمش يستفيد حاجة واللعيبة راحت ماضيت وعاة بس الزمالك موقف قانوني ازاي؟ الزمالك لعيبارة في حياتك معاعدين لو أنا لعيب موقع أنا لعيب موقع دلوقتي معاي نادي ما تقايتش في في السيستم عندي بانترانسفير وانت مضيلا فأنا كده مش هلعب كورة فأنا من الحق ان انا روه اي لعب كده زي عمر كمال تقريبا حصل معاي كده أنا عندي ايقاف كويت كودي موقوف أنا مش عارف اسجلك على السيستم انت عملت استعلام لقيت ان اللعيب ده مش موجود على زم فروحت انت سجلته على الـ TMS الـ TMS موجود عليه لانديا كله دلوقتي انا احفظ حقوق ازاي هروح اقدم ادهاجة ان انا اللعيبة دي واخده مني فلوس ومضي عقود وفي الاخر بسبب قف القيد خاتهم نادي تاني بشكل غير شرعي لان دي لعيبتي وانا مش عارف اسجلك انا دلوقتي خلاص الاتنين اللعيبة دول مراحوش نادي تاني تمام؟ انا دلوقتي الحد اما الـ اهمش معاك في السكة التانية بقى كمان مين الخسرون؟ الاتنين اللعيبة؟ والمصري لان اللي يعرف ايدهم دلوقتي اللي هم عنده على سيستم اصلا المصري خدق قفصة شهور ايه بانا استفدت ايه؟ هو كنادي مصري استفاد ايه بالاتنين اللعيبة؟ فالموضوع في الاخر لازم يخلصوا انت